اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد تيجاني محمد باندي رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وبحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وخلال الاجتماع تقدم معالي وزير الخارجية بالتهنية لمعالي السيد تيجاني محمد باندي على ما حظي به من ثقة من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وانتخابه رئيسا للدورة الحالية للجمعية العامة وتمنيا له كل التوفيق في الاطلاع بمهمه وتعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يخدم مصالح جميع دول العالم وقد أكد معالي وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بالعمل على تطوير مختلف أطر التعاون مع الأمم المتحدة وذلك إيمانا بما تقوم بهم من دور محوري في كافة القضايا التي تهم المجتمع الدولي وفي تحقيق الأمن والسلم الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة من جانبه أعرب معالي السيد جاني محمد باندي عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير الخارجية منوها بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم كبيرين في شتى المجالات وجهودها الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيدا بسياسة مملكة البحرين التي ترتكز على دعم التعاون الدولي لضمان التغلب على التهديدات المحدقة بدول العالم أجمع وخلال الاجتماع تم التطرق إلى أهم القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة